وانتي موسوطة بدوره في عائلة الحج نعمان؟ لا انتي بيش فاهمة اللي بيحصل فيها والله العظيم انا لما بنزل صورة انا وهو عن انستجام يا جماعة ده طيب والله العظيم بيدخلوا الناس وبجد اتي زي من جودة واحد شديد كده اتي زي وعنا شديد ده بيعمل فيه ايه في البيت وبجد بقى الناس الاقي كومنس يا جماعة والله يا جماعة بيمثل ده هو مش كده يا جماعة ده طيب يا رساس كمالة بورية وحمد عبدالله لا يا جماعة ده طيب والله في الحقيقة بس ده ده مثيل كمية الكومنس والله يسأليه بس ده دليل على نجاح ومشاء الله في الدور جدا انت بقى قولي جات مشاركتك في عائلة الحج نعمان ازاي وما كنتش خايف من نجاح العمل وشوفت رد الفعلة على ازاي وكره الناس ليك ورد فعلة وكره الناس نعمة والله هو كان ترشيح من المخر المنفذ وستاذ يوسف كمال رز قابلت وستاذ احمد شفية انا كنت حامل دور تاني اصلا وانا اصلا كنت داخل المسلسة كان شارك طويل كان فيزيك المختلف خلص وكنت حامل دور تاني فقالوا لي لأ في دور تاني ممكن تعمله فانا رايح حمضي على دور كان اللي هو ابن عمي اللي هو اللي أنا برخم علينا اللي هو الطيب فانا رايح خاصت الستيويشن كده فقالوا لي لأ انت هتعمل ممضوها هتعمل شريت هتعمل شريت هتعمل شريت هتعمل شريت ولا خلاص ولا ده أنا كيوت فاشتغلنا بقى كان معنا أستاذ أحمد وحيد محب معنا كرو حلو قوي أستاذ أحمد بدير العيلة اللي هي العيلة بتاعتنا بقى هبا مكدي فاطمة الناصر اسنام نجيب مصطفى عبد سلام يوسف الأسادي اللي هو بيعمل سالم كل الكرو يعني مش عايز انسى حد من المسلسة اللي كانوا بيتعاملوا معنا بأسلوب فعلا كواليس كانت عيلة يعني كانت أنتي ضد عكس خالص اللي أنتو بتشوفوه بالظبط العيلة الكريمة أنا مسميها العيلة الكريمة حتى فعملنا الشغل والفيباك في الأول الجزء اللي عمل نجاح كويس قوي بس استنينا سنة عشان يتزهل جزء تاني على الـ MBC طبعا الوجود أكيد الوجود المسلسة الأعلى قناة زي قناة الـ MBC والإنتاج قد قوة جدا في الشارع للناس يعني الناس بقوم بسم الله بيشتموني في الشارع يا مندوح مش عايز أخصد نفسي قل لي مواقف ما تنسوش في الكواليس كده لا في مواقف كتير في مواقف إنسانية يعني الرغم اللي أنت شايفها والصرعات دي المواقف الإنسانية كانت كتير قوي في الكواليس منهم مثلا المساعد بتاع أستاذ أحمد بيتير توفى في اللوكيشن ونحن بصور أنا اللي حقق ليبها هناك بس هي دي لحظة في الكواليس فدي كانت لحظة لا 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 ده كان فيه السبب لا توفى ووفية طبيعية جدا وعلى قده مستوز أحمد بيتير هو بني أدم جميل وطيب وبيحب المؤسل اللي معاه وبيحب التمثيل بحب المهن المواقف الإنسانية طبعا بقى المساعدة بسلام وإسلام نجيب والكروه بقى الشباب بحكة كتير لأن احنا كنا منه بعدين في اللوكيشن قوضنا كلها جنبة بعض بس انا كنا نقعدين في قضاء واحدة من الجنبة في قضاء واحدة وكانت فترة لطيفة قوي مدة تصوير المسلسل بصراحة تصوير المسلسة